ما هو الجدول او تيبل ان الجدول هو احد كائنات قاعدة البيانات لاحظ رمزه بشكل جدول يمكنك تعريف الحقول وادخال المعلومات او السجلات له وذلك كما يلي لاحظ هنا لدينا هذا الجدول بالنقر عليه نقر مزدوجا سوف يظهر الجدول بجميع محتوياته لاحظ يمكنك انشاء الحقول المختلفة وهي عبارة عن الاعمدة عمود الرقم او رقم الموظف على سبيل المثال اسم الموظف ثم راتب الموظف يمكن ملاحظة ان الاعمدة هي عبارة عن حقول يمكن اضافة حقول ان اردت ذلك في طريقة عرض تصميم الجدول اما الصفوف فتمثل السجلات او معلومات كل موظف على حدة رقمه واسمه وكذلك راتبه بالنسبة لكل موظف اذا دائما الصفوف تمثل السجلات او ريكورتز اما الاعمدة فتمثل الحقول او فيلز يمكن الذهاب الى طريقة العرض تصميم بالنقر على زرها هنا او النقر على الزر الموجود هنا واختيار طريقة العرض تصميم ولاحظ في طريقة العرض تصميم سوف تظهر الحقول فقط لاحظ هنا الحقل الاول الحقل الثاني الحقل الثالث ولاحظ ان اي حقل اسمه موجود هنا ونوع بياناته هل هي من نوع رقمي او نصي او مذكرة او تاريخ ووقت حسب ما تريد لاحظ يمكن اختيار رقم اما الاسم فيظهر بشكل نصي كما هو ملاحظ هنا يمكن تغيير السلاري لاحظ هنا من نوع نصي يجب ان يكون من نوع رقمي ان اردت ذلك او من نوع عملة اختر عملة على سبيل المثال يمكن الذهاب الان بعد التعديل الى طور عرض طريقة البيانات هل تريد الحفظ نعم نريد حفظ التعديلات على الجدول ثم الذهاب الى طريقة العرض اختر نعم لاحظ هنا اصبحت الان الراتب بشكل عملة ريال سعودي على سبيل المثال اذا دائما الحقول تمثل الاعمدة في الجدول والسجلات تمثل الصفوف دائما سوف ندخل البيانات لاحظ نريد ادخال سجل جديد مثلا الرقم 4 على سبيل المثال اسم الشخص مثلا على سبيل المثال خلدون اضغط تاب ان اردت ذلك يمكن كتابة المعلومات باللغة العربية او الانجليزية ان اردت ذلك اضغط تاب واختر الراتب مثلا 5000 ريال اضغط انتر للانتقال لسجل جديد لاحظ هنا تم اضافة سجل جديد كما هو ملاحظ هنا ويمكن اغلاق الجدول بالنقر على اغلاق الجدول